في في يعني اكتر من اه خلينا نقول اكتر من فرصة في فرصة حمل وفي فرصة اه خلينا نقول معنى تاني للكرد انه ولادة مشروع جديد. شي اكسترا انت عم تشتغله عن التغول او بهذا الموضوع. وممكن يكون اه بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي البهرة عن اه متكاملة. اه عم تظهر في حياتهم وعم بتأثر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. اه عم بشوف في تنازلات كتير من الحبيب. في عرض ممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع. عم بشوفكم. اه رغم الاختلافات الكبيرة بين عرضكم. في مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين. ولكن اه عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب في حب حقيقي. اه بناتكم هاي العلاقة عم تتوج عم تتطور يعني من هذا النوع. عم بيصير في توازن. من بعد من ظلمت في ميزان. في اكثر من ميزان في عندك ثلاثة. في عندك ثلاثة ورع فيهم كارما. في اه مية بالمية رح يوصل لك اكل حديث عندك وممكن يكون اه في العمل. ممكن يكون في العاطفة بس انا شايف بالعاطفة خاصة اه رح يركز برج الجوزاء العاطفة لانه في سعادة عاطفية كبيرة جدا. اه ممكن تكون كمان اه زواجا. شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في اه زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين. اه او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد اه ومشغول بشغله واموره. اه عم بشوف اه كتير اه في فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في اه مادة في ترقية بالعمل اه في رح تاخد حقاتي ازا كان اللي عم يحكي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مشكلة. ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة. هذا الحدث. اه رح يعطي كل واحد على حسب نيته. خلينا نقول. ازا انت كنت اه انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. اه ازا انت كنت اه ظالم حدا رح تاخد جوزائك اول عكس صحيح. فانا ما بق يعني ما مش عاربة ازا الجوزاء ممكن يعمل هيك شي بس انا اللي بعرف ولا. اه شايفة انه الشخص اللي بتحبه او اه شريكك. اه عم بيراقبك كتير. عم بفكر فيه طول الوقت. اه عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل شغلة كبيرة او شغلة زعلتك اه بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف اه قد ما كان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه ويصبطوا من معنوياتك. عم بشوفك طاير لفوق. يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي. وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يارب انه تنصبف مع اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطسة. كاس كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع اه احلى من الاول زي ما قلنا. اه شايفيتك عم تتشرط اه عم بتحط شروطك عم تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. اه شايفيتك برج الجوزاء عم تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك اه او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطسية ممكن تكون عكسية ايضا. اه انت او الشريك اه عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريكي ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير. شايفي فيه في تطور للهاندنان اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة. الامور اللي كانت اه كتير. اه خلينا نقول اه جانبه كلها رح تتحرف يعني بالعلاقة العاطفية. فيه حركة وفيه اكشلز كتير. هاي الفترة. شايفي انه الشريكي كتير مقبل اه عليك ورح يعني اقدم اه شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي اه اه عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس اه عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول تكبير الراس. اه عم بشوف من بعد ما كنت اه انت في عندك ويوم في عندك اه اكاذيب عن الحبيب يمكن اه مناوشات اه مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جدا لورق الزوزاء يعني يمكن يكون من اه اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا. اه بيان انه في اه كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك. خاصة ازا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر اه حميمية اكتر اه قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للزوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا زوزاء. شو عم بيقول لك هاي الفترة? او عم على شو عم بتركز اكتر شي. اه انتصار كبير. اه شايته اكتر من ناحية عاطفية اه او حتى من ناحية عمل. فيه مشروع كان جامد. فيه مشروع كان اه يعني مكتوب له الفشل او كزا. شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت اه على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص. فشاي فيه شجرة عيلة فيه تطور للعلاقة في اه ولاد في زواج في يعني فيه فيه شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو فيه تحزيرات او بشائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هذا الورق الورق? لبرج الجوزاء شو عم بيكون? اه. هون طلع مقلوب اه عم بيقولك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي اه عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير. يعني تحزير يمكن انه لا ما تعمل هيك. اه الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد اه صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اه. اكتر اشي هيك بسهموا انا هذا اذكرت. هدول الكروت انا كتير بحبهم. ده ما بعضونا اشياء ايجابية. دائما يعني بس بقى الاغلب. بيقولك اتمنى. بيقولك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة. اه وتخيله فرح يصير. وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. فا اه اطلب واتمنى زي ما بيقولك. ذكرت جدا جميل. يعني بيكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. نشوف كمان نصائح. نلقيه نتوجه. بيقولك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش نطور هاي الشغلة انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. اه زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بيقولك انت بالاساس شخص روحاني وبالاساس ممكن تكون معلم اه حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. اه ولكن بيقولك نمي هاي هاي الموضوع ما تخليه اه يعني ضعيف داخلك. نميه لانه له مستقبل معك. اه بيقولك ارجع طفل اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والكزا. بيقولك اه هاي الفترة كتير رح تكون حلوة فارجع طفل ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان. اه مبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. اه صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. بيقولك لا رجع حالك لاجوزاء الاديم. لا انت اه شخصك الاديم. لا اه شخصيتك الاديمة هي الصح. بيقولك ما تتغير ما تخليك طفل من جواتك انت اساسا مطفل. اه فبس عند بيقولك. انه ترجع تستمتع بالامور اللي اه وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين. تعطي وقت اكتر لنفسك. تحب حالك اكتر. اه ها بيقولولك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة. فكون متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شي حواليك. للحسسات اللي داخلك. في كتير امور رح تظهر قدامك. اه كنت انت منخدع فيها يمكن. كنت انت اه موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر اه قدامك. ويكون موضوع لمصلحتك. لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جايتك اه من حولك. فحبا ايدي جورة الجوزة بشوفكم بالآه.